بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إن مادة العلوم الإسلامية تشهد منذ سنوات عديدة ضربا منظما لا ينكر هذا من له أدنى نظر في تاريخها في هذا البلاد فإن حقق لها في زمن إيجابية واحدة فإنه يحسب عليها في المقابل عشرات السلبيات ولا شك أن للمادة هذه رب يحميها ولكن تضعف ويشتد ضعفها ولا يتعارض هذا مع حماية الله لها ونحن الآن في مرحلة ضعفها ولعل الله يحدث لها قوة ونشاطا فيما سنستقبل من الأجيال المهم أنها لا تموت وما حدث للأستاذ الفاضل من إقالة بسبب نصحه للطالبتين بارتداء الحجاب إن كان على الصورة المتبادرة إلى الذهن من كونه جزاه الله خيرا تحر الحكمة في النصيحة وخط الخطة النافعة في ذلك من مراعاة لأحوال المخاطب وبيئته ثم قدم نصيحته وفق ذلك فحينئذ يكون هذا التصرف من المدير ترجمة لقطرة واحدة من فيض مما هو ضرب لمادة العلوم الإسلامية خاصة والإسلام عموما وقد شاهدنا خلال سنواتنا التعليمية مديرين ولا أقول مضرأ بلغوا في الظلم غايتهم لسيما على من هو متعاقد أو مستخلف أما المرسم فالحمد لله بوسعه أن يقيم الدنيا على رأس المدير ولا يقعدها إن ظلم وبطريقة وقوة مقننة كما هو معلوم فكثير من المديرين للأسف نظرته لمنصبه أنه أعلى منه وعليه تسوء طباعه فينظر لرعيته من الأساتذة والإداريين نظرة الرب وعلى أنهم عبيده ينبغي عليهم أن يتزلفوا له وأن يخرجوا من مهامهم إلى مهام أخرى ليست لهم ولعله يسوق هذا يعني باسم الضمير المهني مع أننا نعلم جميعا أن مدير المؤسسة أصله أنه أستاذ سابق وأنه مواطن بسيط دخله بسيط فكثير من الأساتذة القدامى دخله يفوق دخل المدير وأن طاعة كثير من المديرين لمن فوقه من المسؤولين رهبانيتها مقززة جدا مقارنة مع طاعة الأستاذ للمدير ولكن للأسف سر هذا الطباع المنهزمة وضعف الديانة ولكن ككلمة منصفة لابد أن يكون إخواني على دراية بها أن ما حدث مع الأستاذ لا يحدث إلا نادرا جدا ولم يحدث لي شخصيا خلال حياتي التعليمية أبدا لأن القضية بحد ذاتها وهي النصح بالحجاب لها أسلوبها ولها مقتضيات حكمتها فلا تكون النصيحة فردية إلا إذا أمن الأستاذ ردات الأفعال التي حوله من مختلف الجهة وأما تطبيق حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فهذا له فقهه وله شرحه وله توجيهه ولشك أن من درس هذا الحديث من الأساتذة مر على عنصر المفاهيم وهو شروط تغيير المنكر أو نحو هذا وفيه مراعاة الحكمة واللين ونحو ذلك ولربما أتى أستاذ الشريعة كما أتاني خلال سنوات التعليمية عشرات الأولياء كلهم يقول يا أستاذ أعني على ابنتي أو ولدي أعني على ابنتي كي ترتدي الحجاب أو تواضب على الصلاة أو تهتم بدراستها إلى آخره ففي هذه الحالة مثلاً لك الضوء الأخضر في النصيحة الفردية بالحجاب أو كنت تعلم مسبقاً وتيقنت أن ولي أمر التلميذة إنسان طيب لا يعارض أبداً هذا النوع من النصائح فهنا أيضاً تنصح نصيحة فردية أما إذا علمت أن ولي أمر التلميذة مفرنس لساناً وعقلية أو أنه عديم الشخصية عصمته بيد زوجته الفاسدة الشمطاء أو فيه صفات النفاق من كره لشعائر الدين والمتدينين فهنا تنصح ولكن ليس على طريقة النصح الفردية وأنصح أنا بالنصيحة العامة داخل القسم لأسباب من بينها أنك تكون فيها متحرراً تقول ما شئت من الحق كيف ما شئت مما تراه حكيماً أولاً لأن الحكمة تقتضي ذلك ثانياً لأنك محمي كيف ذلك؟ أقول لك الحمد لله فعشرات الوحدات فيها جانب العفة إما مباشرةً وإما بتفنن الأستاذ في توظيف هذه المعاني في العناصر الأخرى والوحدات الأخرى فوحدة التفسير مثلاً تمثل بآية الحجاب ثم تستطرد فيه لدقائق وترجع وفي وحدة التجويد وما أدراك أين الإشكال لو يكون التطبيق على آية الحجاب ثم تستطرد لدقائق وترجع في درس الفطرة حدث ولا حرج وفي وحدة الإسلام والرسالات السموية تنطلق من تمثال مريم وصورتها التي في الكنائس وأنها كلها بالحجاب في ميدان أصول الفقه بمختلف وحداته أيضاً بوسعك أن توظف الحجاب وقل مثل هذا في كل المظاهر الأخرى كالتوحيد ومحاربة الشرك والمخدرات والدخان توظفها كيفما شئت بطريقة حكيمة وذكاء المهم نحن لا نشك أبداً بإذن الله ولا نرتاب أبداً من جهة هذا الأستاذ ولا شك أننا نحسن الظن به أنه راع الحكمة في النصيحة وعليه نسأل الله أن يكون له وأن يسخر كما قال هو في مقطعه المرء أن يسخر له رجالاً يستعملهم الله تعالى في رد الاعتبار له وأقول لا بأس بقصد النقابات التي هي في مؤسسته لكي يكون طلبه لحقه واستنصاره محمياً بالقانون ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مادة العلوم الإسلامية وأن يوفق ويقدر القائمين عليها كالمفتشين الكرام على الجهاد في الله تعالى وفيها هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد